إذن مشاهدين الكرام معنا عبر أقمر الصناعية من بغداد عبد الكريم عبطان عضو مجلس النواب أهلا وسهلا بك سيدي الكريم بداية يعني ماذا عن مبادرة اتلاف الوطنية للتقليل من حدة التصعيدات ما بين بغداد وأربيل هل هناك من ردود من قبل الطرفين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على هذه الاستطافة وشكرا لقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم المبادرة قدمها السيد علاوي فيها مجموعة من الفقرات وأولها أنه الاحتكام للدستور وثانيا الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا اعتبار كاركوك والمناطق المتنازع عليها بعيدة عن الصراع هذه الكل العراقيين عراقية بانتياز الغاء الاستفتاء الكل الأخوة اللي موجودين في العملية السياسية يفترض أن يشاركوا بعملية التفاوض لأن هذه القضية ما تخص جهة دون أخرى أعتقد في مشاكل سابقة لربما قسم منها بالدستور وقسم منها بالآليات وقسم منها بالتطبيق ولكن بشكل عام علينا الاحتكام للعقل والمنطق والحوار لحل هذه المشكلة الكبيرة لربما لأنه نحن قلنا الاستفتاء أحادي الجانب والمؤسسات الشرعية الثلاثة لن توافق على موضوع الاستفتاء يعني المعكمة الاتحادية البرلمان السلطة التنفيذية وحتى دول العالم لربما لن يوافق أحد عدد دولة واحدة في المنطقة لكن علينا اليوم أن نفكر بحل عقلاني المنافذ والمطارات هي أصلا موجودة ضمن الدستور ولكن هذا لا يعني أنه قطع الرحلات الجوية ودخول الأخوة الكرد إلى بغداد هذا ممنوع يستحيل هذا ما رح نقبل به نعم يعني أيضا برلمان السلطة رفض جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل حكومة المركز وأيضا البرلمان العراقي طيب سيد كريم هل هناك أطراف معينة من قبل الطرفين تسعى إلى التصعيد يعني ما الغاية من ذلك التصعيد هسا لا يجوز علينا أن لملمة جراحاتنا والمادة 13 من الدستور تقول أي قانون يزدر من أي إقليم وخاصة إقليم كردستان يتعارض مع الدستور الاتحاد يعتبر باطل فأحنا أتمنى أن لا يتعامل إقليم الأخوة في إقليم كردستان خاصة أعضاء البرلمان بقضايا ردة الفعل لأننا الآن نتعامل على موضوع استفتاء لربما لو كان الاستفتاء يتكلم على ثلاثة محافظات مقرب الدستور وصار هناك تفاهم بين الحكومة المركزية واستخدمت الآليات القانونية والدستورية بدون المناطق المتنازع عليها والكاركوك وملاحقة العرب والآخره كان الأمور تكون يمكن أفضل لكن الآن نحن نتكلم عن أراضي جديدة وعن حدود الدم تم رسمها بالآليات الجديدة إذن علينا الآن حتى يهدى الأجواء وتهدى النفوذ علينا أن نرجع للدستور نرجع للعقل نرجع للحكمة يبدأ التفاوض بدون غالب ومغلوب هذه العقوبات التي تفرضها بغداد على أربيل هل ستأتي ثمارها بالفائدة إلى حل المشكلة كما ترى بغداد بالحفاظ على وحدة العراق خلينا نتكلم بصراحة نتكلم بشكل قانوني نحن نحاز لجهل كل شعبي ونتكلم بشكل وطني ونحن قمنا بهذه المبادرة كقامة وطنية هذه قضايا إجرائية وقانونية المادة 110 من الدستور السلطة الاتحادية لها سيطرة حصرية على المطارات وعلى المنافذ الحدودية والنفط والغاز وغيرها وفي حالة إدارة هذه الملفات من قبل الحكومة المركزية منزم الحكومة المركزية بأن تعطي كل شيء إلى الأخوة الكرد في شمال العراق كما يأخذه العراقي نعني رواتب، انتيازات، شغلات إلى آخر من هذه المسائل اللي أقرها الدستور ولكن هل الآن في أكو اتهام بأنه تصدير النفط لا يكون خارج إرادة الحكومة المنافذ الحكومية وارداتها المنافذ يعني المطارات والآخره لحد يمكن لـ 2011 كانت تعطي حكومة الإقليم حقيقة كانت تعطي المبالغ إلى الحكومة المركزية ولكن في هذه الفترة تم الإبتعاد عن تزديد ما لديهم نحن نحتاج إلى عاقد جديد خلينا نحترف ونحكي بصراحة يعني اليوم مثلاً ردنا أن نتكلم على مكون سني مثلاً على سبيل المثال المكون السني الآن هو مشرد أهل نازحين قسم من عدهم خارج العراق قسم من عدهم بالمعتقلات نحن في الوطنية الثمانطاع السني ما عدنا لا وزارة ولا مدير عام يعني إحنا مو شركات فإذن السنة ألف مرر قد الأخوة الكرم تضرروا من عمليات أي لماذا لا تتم المطالبة بهذه الحقوق من قبل ممثلين العرب السنة يعني اليوم أربيل تطالب بالانفصال وأقدمت على إجراء الاستفتاء فقط لعدم تسلم حصتها من الميزانية وهي طالبت بالاستفتاء وأقدمت على هذا الإجراء لماذا العرب السنة لا يطالبون بحقوقهم خلينا أيضا نكون واضحين في هذه المسألة العرب السنة مشتتين لا يوجد لديهم رأي موحد ولا قيادة موحدة مع الأسف ويفترض الآن أن تكون هناك عصف ذهني ويكون هناك درس لأهلنا في هذه المناطق والدفاع عنهم الحقيقة دافعنا نحن كثيرا عن هذه المناطق ولربما قناتكم الكريمة وقنوات أخرى تعرف داخل البرمان وخارجه كم هي عملية الدفاع على أهلنا ولكن اليد الواحدة لا تصفق أتمنى توحيد الكلمة ولكن بعيدا عن تجزئة العراق نحن عدنا وحدة العراق خط أحمر ممكن أن تكون هناك خلافات داخلية ممكن حتى على مستوى العائلة واحدة تكون هناك خلافات ولكن علينا أن نتفاهم فيما بيننا وأن ندافع عن أهلنا السنة بعيدا عن الهرولة إلى المناصب والمغانم والآخرجه لربما هذه أحد المشاكل الحقيقية التي كانت تواجه على الأقل المكون السني كقيادات لربما وبعض الأعضاء في هذه القضية لذلك نحن اليوم لرب ضارة النافعة نحن طالما نتكلم عن وحدة العراق ونقول هي خط أحمر نتكلم عن توزيع الثروة يفترض اليوم أن نشرع قانون النفط والغاز قانون المحكمة للتحادية يجب أن ندافع عن مناطقنا بكل ما نملك من قوة الآن المناطق تحتاج إلى بناء بنية تحتية مدمرة قسم من يعني عندك مثلا جرف الصخر بعض الحزام بكشفة ديالة بعض المناطق الأخرى الآن لن يرجع النازحين لحد هذه اللحظة وهم مشردين تحولوا من مواطنين تحولوا إلى لاجئين ونازحين نحن نمر في مآسي كارثية أكثر من غيرنا لذلك علينا اليوم نتحمل المسؤولية كل حسب موقعه الكل تتحمل المسؤولية لذلك علينا اليوم أن نبدأ ونشرع بقضايا جديدة إحنا ما نريد الأخوة في إقليم كردستان ينفصلون عن العراق هم صار لهم أربع طالع سنة شركاء إحنا ليس شركاء هم هم اللي كتبوا الدستور لا تسمحي لي أيضا سيد عبد الكريم كما ذكرت هم اللي كتبوا الدستور نعم يعني هناك بعض المناطق في حزام بغداد وبالتحديد يعني نتحدث عن قضاء الترمية وكذلك يعني المناطق القريبة منها تعاني من حصار يعني هناك حصار على هذه المنطقة باقتصار لو سمحت لماذا لم تطالب أعضاء البرلمان بفك هذا الحصار عن هذه المناطق القوات الأمنية تقوم بمحاصرة هذه المنطقة وفرض حصار عليهم ليس فقط من قبل أيام لكن خلال هذه الأيام التي مضت بسبب مناسبة دينية هناك حصار واضح على قضاء الترمية قضاء الترمية وحزام بغداد وجرف الصخر ومناطق كثيرة من هذه المناطق أنا على المستوى الشخصي أتكلم بكتب رسمية وتحمل مسئولية ما أقول بكتب رسمية وجهتها لكل دوي العلاقة ولا لجهة الأمن والدفاع وزير الداخلية وزير الدفاع وكذلك القائد العام القوات المسلحة والتقيت بي شخصيا أكثر من مرة على هذه القضية وكيفية عودة النازحين وفتح الخناق لأن تعرفين جنابك الأمن ثقافة نعم إذا ما تتوفر الثقة بين رجل الأمن والمواطن ما يصير أمن لذلك الضغط يولد انفجار ما يصيراني أهين كرامة الناس أو أعتقل برأة أو أمر قضائية أو أدخل الناس جزافا على التشابه بالأسماء وشفتي ذي جل مرة ولو السيد وزير الداخلية مشكور اعتذر من المعتقل في ليلة الزفافي هي على أسم ثلاثي وقسم منهم اسم ثنائي يعتقل لربما أشهر ولربما يصل إلى سنين هاي احنا اللي نتكلم عليها الدستور نكتب علينا أن نفسر هذا الدستور بالطريقة التي ترضي كل الجميع وهو الدستور مو منزل من السماء ممكن نبدله وممكن نعدله وممكن نتفق عليه تحت الخيمة الوطنية ونضعه هو بداية إن كانت فيه إيجابيات وفيه إيجابيات نأخذها على محمل الجد وإذا كانت فيه هناك ألغام نبدأ بتغيير هذه الألغام وإن كانت قسم من عدها تم إقرارها ممكن أن نثبتها فيها الدستور ونأتي بالدستور مدني يمثل كل الأطياف الشعب العراقي ونتقاسم السلطة فيما بيننا ونتقاسم الثروات فيما بيننا مؤقصد كالزياسيين للشعب العراقي كل حسب مكانه ومحافظته وغيرها من هذه المسألة ونبدأ بعملية سياسية مبنية على أساس الكفاءة وعلى أساس النظام المدني والمؤسسات بعيدا عن نظام المكونات والنظام الديني والآخر مع احترام الدين محترام في مكانات وعلى دخول الدين في السياسة نعم يعني هذا ما نتمناه شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت كنت معنا عبر الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك